ينضم إلينا من سان بيترشبيرج عبر سكايب دكتور سمير أيوب الكاتب والباحث السياسي والخبير في الشؤون الروسية دكتور بداية أرحب بك الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلانسكي أكد على أنه لا يوجد بديل عن إعادة شبه جزيرة القرم في رأيك ما الذي يقف وراء هذا التصريح بالنظر للموقف العملياتي على الأرض للجهة للأوكرانيا على سبيل المثال أهلا وسهلا بكم مساء الخير لكم ولمشاهديكم الكرام يعني الحقيقة هذه التصريحات للرئيس زيلانسكي لا تعبر عن موقفه بشكل خاص وإنما تعبر عن موقف الإدارة الأمريكية يعني لو كان القرار بيد الرئيس زيلانسكي أو القيادة في كييف لرأينا محاولات لحل هذا النزاع بالطرق السلمية وكانت في بداية العملية العسكرية محاولات لحل هذه المسألة عندما بدأت المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا لكن الذي عطل هذه المفاوضات هي الولايات المتحدة الأمريكية وبالآمس أيضا كان تصريحي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية بلينكتن عندما قال يعني ردا على بعض التصريحات من كييف بأن كييف تريد شن هجوم وتريد استعادة شبه جزيرة قال هذه إرادة أوكرانية والجميع يعلم أن الإرادة الأوكرانية غير موجودة من دون الدعم والتحريض الأمريكي يبدو أن الأوضاع الآن بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية مريحة وخاصة أنها في هذه العملية تعتقد أنها تستنزف روسيا وتستنزف الدول الأوروبية وأوكرانيا التي تدفع الثمام بعيدا عن الولايات المتحدة الأمريكية يعني السكان الأوكرانيين الجيش الأوكراني البنى التحتية في أوكرانيا التي تدمر وتدفع هذه الأثمان الغالية لا تكترث بها الولايات المتحدة الأمريكية لذلك نرى هذه التصريحات وهذا التحريض المتواصل من قبل الولايات المتحدة ومدعومة بالمواقف البريطانية وبعض مواقف الدول الأوروبية يعني مثل بولندا ودول البلطية لكن الأوضاع على الأرض يعني لا يمكن أن تعكس هذه التصريحات نلاحظ أن الجبهات وقتال لا تزال مشتعلة الجيش الأوكراني حتى الآن لا يزال عاجز عن التقدم في أي جبهة من الجبهات وإنما على العكس كل مواقفه هي مواقف دفاعية لذلك الحديث عن استرداد شبه جزيرة القرم أو مناطق الدونباس أو مناطق الأخرى مثل في زباروجيا وخرسون حتى الآن لا تبدو واقعية إلا إذا تغيرت الأوضاع على جبهات القتال وكان هناك نتائج على الأرض يمكن أن تستند إليها الإدارة الأوكرانية الآن الأوضاع عكس ذلك تماما طيب دكتور هل ترى أنه سيكون هناك توافق مترتب على زيارة إمانويل ماكرون للصين ودعمها فيما يخص الوساطة بين روسيا وأوكرانيا وإلى أي مدى ستتقبل أوكرانيا هذه الوساطة الصينية بالنظر للعلاقة الوطيدة بين الصين وروسيا يعني لا أتصور أن أوكرانيا يمكن كما قلت أن يمكن لها أن تقبل المبادرة الصينية من يقبل المبادرة الصينية أو يرفضها هي الولايات المتحدة الأمريكية وحتى الآن الولايات المتحدة ترفض هذه المبادرة لأنه حقيقة هذه المبادرة رغم أنه توجد بعض البنود التي تتحفظ عليها روسيا لكنها يمكن أن تكون أساسا للتفاوض ولوقف نزيف الدم في أوكرانيا يبدو أن هذا لا ترغب به لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا بريطانيا لذلك يعني رفضت هذه المبادرة من الولايات المتحدة الأمريكية قبل أن ترفض من كييف روسيا كما دائما تقول أنها مستعدة لحل هذه المسألة بالطرق السلمية لكن موازاة مع ذلك مستمرة في عملياتها العسكرية إذ أنها لا تثق لا بالمواقف الأوروبية ولا حتى بالمواقف الأمريكية يبدو أن الحل حتى الآن لن يكون إلا عسكريا إما بمواصلة روسيا لعملياتها العسكرية رغم الأوضاع الصعبة على جبهات القتال بالنسبة للطرفين بالنسبة لروسيا وبالنسبة لأوكرانيا لأن من يسقط من قتلة في هذه المعارض بالنسبة لروسيا يعتبر خسارة إن كان بالنسبة للطرف الأوكراني أو بالنسبة للطرف الروسي بينما يبدو أن الطرف الأوكراني سلم بأن هذه الخسائر يمكن أن تكون فدية للمصالح الأمريكية ومصالح بريطانيا في منطقة القوقاز ومنطقة الجيوسياسية التابعة لروسيا دكتور سمير أيوب الكاتب والباحث السياسي والخبير في الشؤون الروسية أشكر جزيلا شكر على كل هذه المعلومات كنت معنا مباشرة عبر سكايب من سان بوترسبريغ